نتحدث عن الالتزام الرابع من التزامات التاجر وهو الالتزام بالقيد في الغرفة التجارية والصناعية وسوف نتحدث عن هذا الالتزام من خلال النقاط التالي العضوية بالغرفة التجارية اختصاصات الغرف وإدارة الغرفة أمين عام الغرفة ومالية الغرفة ومجلس الغرف فنبدأ وقبل أن نبدأ في الحديث عن هذه الأمور نريد أن نتحدث عن ما هي الغرف التجارية والصناعية في الحقيقة الغرف التجارية والصناعية هي أشخاص اعتبارية تنشأ بقرار من وزير التجارة والصناعة تكون مهمتها هي مراعاة مصالح التجار والصناعة أما بالنسبة لعضوية الغرفة التجارية والصناعية فالتزم قانونا كل تاجر أو صناع مقيد بالسجل التجاري بالاشتراك في الغرفة التي تقع في دائرتها محله الرئيسي ويجوز الاشتراك في أكثر من غرفة في حالة وجود فروع ويجوز شطب الاشتراك إذا ارتكب التاجر مخالفة أو إذا لم يسدد رسم الاشتراك السنوي ويجوز كذلك شطب عضوية الشخص أو التاجر من الغرفة التجارية بناء على قرار من مجلس إدارة الغرفة على أن يتم إعلانه بهذا الشطب بخطاب مسجل ويجوز له التظلم من هذا القرار بشطب عدويته في خلال 15 يوما لوزير التجارة اختصاصات الغرف في الحقيقة إن للغرف التجارية والصناعية اختصاصات كثيرة نصت عليها لائحة تنفيذية لإنشاء الغرف التجارية والصناعية نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر أهم هذه الاختصاصات واحد جمع ونشر كافة المعلومات والإحصاءات التي تتصل بالتجارة والصناع اثنين اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتجارة والصناع ثلاثة امداد الجهات الحكومية بالبيانات والمعلومات في المسائل التجارية والصناعية أربعة تقديم الاقتراحات بشأن حماية التجارة والصناع الوطنية من المنافسة الأجنبي خمسة إبلاغ التجار والصناع بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات المساس بالأمور التجارية والصناعية ستة إرشاد التجار والصناع إلى أهم البلدان والمناطق التي يستوردون منها أو يصدرون إليها سبعة حصر ومناقشة مشاكل التجار والصناع تمهيدا العرضية على الجهات الحكومية المقتصة تمانية فض المنازعات التجارية والصناعية عن طريق التحكيم إذا اتفق التجار على ذلك تسعة تبصير التجار والصناع بفرص الاستثمار الجديدة عشرة تشجيع التجار والصناع وحسيم على الاستفادة من بيوت الخبرة إلى غير ذلك من هذه الاختصاصات أما بالنسبة لإدارة الغرفة فإدارة الغرفة يشترك فيها هيكلين الهيكل الأول وهو الجمعية العمومية أما الهيكل الثاني فهو مجلس إدارة الغرفة فالجمعية العمومية تتألف من جميع المشتركين في الغرفة سواء كانوا تجار أو الصناع ويكون لكل غرفة جمعية عمومية ومجلس إدارة واختصاصات الجمعية العمومية أنها تقوم بانتخاب سلسي أعضاء مجلس إدارة الغرفة على أن يكون 50% منهم من التجار و50% منهم من الصناع إذا أمكن ذلك أما إذا لم يكن العدد يسمح بذلك فيمكن التجاوز عن هذا الشرط ثانيا المداولة في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الغرف ومركزها المالي ثلاثة المداولة في الحساب الختام للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة القادمة أربعة بحث شؤون الغرفة وكذلك الأمور التي يرى مجلس الإدارة أغز موافقة الجمعية العمومية عليها وتجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل لكل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ويجوز دعوتها للإنعقاد بناء على طلب 20% من عدد المشتركين في الغرفة أما بالنسبة لمجلس إدارة الغرفة فيشكل من عدد لا يقل عن 6 أشخاص ولا يزيد عن 18 عدوا ويعين وزير التجارة سلس هؤلاء الأعضاء ويقوم أعضاء الجمعية العمومية بانتخاب السلسي الآخرين وتكون مدة عدوية كل عدو من أعضاء مجلس الإدارة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت عدويتهم لمدة أو مدد أخرى وهناك شروط يجب توافرها في من يتولى عدوية مجلس إدارة الغرفة وهم خمسة شروط الشرط الأول أن يكون سعودي الجنسية الشرط الثاني أن يكون مشتركا في الغرفة التيارية أو مسدد لرسم الاشتراق ثلاثة أن لا يقل سنه عن ثلاثين سنة وتخفض هذه المدة إلى خمس وعشرين سنة إذا كان حاصلا على مؤهل جامعي أربع أن يكون قد اشتغل باتجارة لمدة ثلاث سنوات وتخفض مدة الثلاث سنوات إلى سنة واحدة إذا كان هذا العدو حاصلا على مؤهل جامعي خمسة أن يجيد القراءة والكتابة ولا يجوز لعدو مجلس الإدارة الاشتراك في المداولة في الموضوعات التي يكون له مصدحة في شأنها كذلك لا يجوز أن يتقاضى راتبا عن قيامه بهذه الأعمال ولكن يمكن أن تخصص له بدل سكن أو بدل انتقال ويختص مجلس إدارة الغرفة بالتسيير شؤون الغرفة وله كافة الصلاحيات لتحقيق أهدافها ويصدر ما يراه لازما من لواء إحمالية وإدارية وتعليمات أما بالنسبة لأمين عام الغرفة فهذا الأمين العام يعتبر بمثابة الدينامو أو المحرك للغرفة التجارية وهو يعتبر الرئيس للموظفين الإداريين العاملون في الغرفة التجارية ويكون من مهامه القيام بالمهام التالية تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتنفيذ الأعمال التي يكلفه بها رئيس المجلس ومراقبة موظفي ومستخدم الغرفة في آداء عمالهم وتقديم تقرير عن كل منهم في نهاية كل سنة مالية واعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي ويقدم مشروع الميزانية إلى مجلس الإدارة قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل خمسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية مالية الغرف بالنسبة لمالية الغرف من أين تتأتى الغرف التجارية على الأموال أو تتحصل على الأموال التي تنفق منها تتكون الموارد المالية للغرفة من الموارد التالية الاشتراقات التي يسددها التجار والصنع ورسوم الإصدار والتصديق على الشهادات والمحررات والمستندات كذلك عوائد استثمار أموالها فهي تستثمر هذه الأموال مصلحة التجار والصنع كذلك التبرعات والهذات والإعانات الأهلية والحكومية أما بالنسبة للنقطة الأخيرة في موضوع الالتزام بالقيد في الغرفة التجارية والصنعية هو مجلس الغرف التجارية والصنعية تم إنشاء مجلس للغرف التجارية والصنعية السعودية للعناية بالمصالح المشترقة بين الغرفة ويتمتع هذا المجلس بالشخصية المعنوية ومقره مدينة الرياض يشكل هذا المجلس من عدد لكل غرفة تجارية فرعية أن تنيب عنها نائبا واحدا يمثلها في مجلس الغرفة عادة ما يكون رئيس مجلس إدارة الغرفة ومن بين هؤلاء الأعضاء يتم انتخاب رئيس لمجلس إدارة الغرف ونائبين له وتكون مدة العدوية في المجلس ثلاث سنوات ولا يجوز انتخاب الرئيس لفتراتين متتاليتين فما هي اختصاصات مجلس إدارة الغرف؟ في الحقيقة مجلس إدارة الغرف له اختصاصات كثيرة على نفس المنوال الذي تكون به اختصاصات الغرف الفرعية لكن هذا على مستوى المملكة ككل وعلى مستوى الخارج فيقوم بإعداد البحوث والدراسات التي من شأنها تنمية التجارة وزيادة وتحسين الإنتاج الصناعي والزراعي وإلى آخر هذه الأمور تمثيل الغرف التجارية والصناعية في كل الأوجه المتعلقة بأنشطتها سواء محليا أو دوليا ثالثة ممارسة التحكيم وفض الخلافات التجارية والصناعية بين الغرف بعضها البعض إذا تم الاتفاق على ذلك إقامة وإدارة أنواع النشاط الذي من شأن خدمة الاقتصاد العام المعارض الدائمة مثلا فض الخلاف ما بين الغرف التجارية والصناعية ترجمة نانسي قنقر